لقد تحدثنا حتى اللحظة عن صناديق الاستثمار المشترك برأس مال مفتوح والتي تم أو تكمش حسب عدد المستثمين الراغبين في الاستثمار من خلال الصندوق فينمو الصندوق من خلال طرح أسهم جديدة لمن يرغب في الاستثمار من العامة أو يتقلص عندما يود أحد المستثمين استرداد أمواله طالبا من الصندوق إعادة شراء السهم بقيمة السهم الصافية لكن تكمل المشكلة في هذا النوع من الصناديق في أنه يتوجب على المدير الابقى وعلى بعض المال جانبا تحسبا لطالب أحد المستثمريين من الصندوق إعادة شراء سهمه والحصول على سيوله وهناك أمر آخر يتوجب القلق في حياله أو على الأقل من جانب المستثمر وهو أنه لا يمكن بيع أو شراء السهم قبل نهاية اليوم وهذا لن يتم إلا بقيمة السهم الدفترية وعلاوة على هذه السلبيات يتوجب على مدير الصندوق الاستثمار المشترك متابعة كافة العمليات بين كافة المستثمرين لقد تحدثنا كذلك عن صندوق الاستثمار المشترك برأس مال مغلق والتي لا يمكنها النمو أو الانكماش بشكل كبير من خلال طرح أسهم جديدة للتداول أو شرائها من المستثمرين لكن تتمثل الميزات التي يتمتع بها هذا النوع من الصندوق الاستثمارية في أنه يتم التداول، البيع والشراء بحرية تأمى وربما من الممكن تداول أسهمها في الأسواق المالية كسوق ناستاك أو سوق نيويورك لأوراق المالية ونتجة لعدم وجود تواصل بين المستثمرين ومدراء صندوق الاستثمار أو أي كان من يدير عملية الصندوق المالية فليسوا مضطرين لوضع مبلغ من المال جانبا للتعامل مع المستثمرين الآن من المحتمل أن تكون قد تسألت عن وجود نوع من الصندوق يوفق بين النوعين المذكورين أعلى بحيث يمكن الصندوق النمو بشكل كبير وطرح أسهم جديدة في حال كان هناك طلب من المستثمرين وطرح الأسهم الجديدة للتداول في السوق المفتوحة هل هناك وجود لصندوق يجمع ما بين ميزات هذين النوعين؟ في الواقع إن هذا المزيج إن صح التعبير موجود وتتمثل في نوعين آخر من صندوق الاستثمار تسمى بصندوق الاستثمار بأسهم تتداول في البورصة وتعرف بالإنجليزية باختصار ATF قد يستساءل البعض أليس صندوق الاستثمار المشترك برأس مال المغلق ذات أسهم يتم تداولها في البورصة كذلك؟ نعم هي كذلك يتم في هذه الصندوق تداول الأسهم في البورصة لكن لا يعد هذه النوع من الصندوق ATF بمعنى الكلمة فعند حديث أحدهم عن صندوق ATF نعني بذلك مزيجا ما بين كلا النوعين السابقين لكن تقوم هذه الصندوق بتحديد عملية التداول وبالتالي في حالة صندوق الاستثمار التعاوني برأس مال مفتوح يمكن لأي مستثمر الطلب من الصندوق إعادة شراء سهمه ومن ثم إزالة السهم الأمر الذي يتطلب الإبقاء على مبلغ لا بأس به من المال للتعامل مع هذه الحالات في المقارنة مع صناديق ATF يحق فقط للعناصر المصرحة لهم القيام بذلك والذين يتمثلون عادة في المؤسسات الكبيرة إذ يمكن التوجه إلى إدارة الصندوق وطلب استداد قيمة مجموعة كبيرة من الأسهم إذن في حالة صندوق ATF يمكن طرح 5 ألاف، 10 ألاف أو 100 ألف سهم دفعة واحدة بدلا من طرح سهم واحد كل مرة وفي حال تم طلب استداد قيمة السهم يتم إرجاع قيمة 5 ألاف، 10 ألاف أو 100 ألف سهم دفعة واحدة كذلك وما يميز صناديق ATF من وجهة نظر الصندوق هي أنهم ليسوا مضطرين للتعامل مع عملية التبادل الصغرى إذ يمكنهم التعامل مع معاملات أكبر من كيانات أكبر وهو ما يوفر عليهم كثير من المال وبما أن الكيانات الضخمة، هذه تقوم بشراء الأسهم بكميات كبيرة وعلى دفعة واحدة يمكنهم بيع هذه الأسهم في السوق المفتوحة الأمر الذي يتيح لك شراء الأسهم هذه من دون الاتجاه مباشرة إلى الصندوق في حال أردت شراء هذه الأسهم بدلا من شراء هذه الأسهم مباشرة من الصندوق يمكنك شراءها من الشركات الضخمة والتي قامت بشراء كميات كبيرة من الأسهم من الصندوق تقوم هذه الشركات بشراء كميات ضخمة من الأسهم قد تصل لعشرة آلاف سهم ومن ثم تقوم بالتجاربها في السوق المالية إذن، بالفعل، يوفق هذا النوع من الصندوق بين كلا النوعين وبشكل عام تقوم الصندوق ETF بخصم نسب أقل من غيرها من الصندوق لأنها ليست مضطرة للقيام بكل هذه المعاملات بين المستثنين بعينهم بل، والأهم من ذلك أن معظم الصندوق ETF غير مدارة بشكل فاعل وأقصد بذلك عاد موجود شخص مثل بيت والذي يعتقد أنه وسيط بورصة محترف وأنه يستطيع تحقيق الربح في السوق المالية والقيام بكل هذه الأشياء لقد قام بيت بالتحريع عن شركته ويعتقد أن هناك أرباحاً جيدة قد يجريها عند استثمار أموال الشركة عندما تتم إدارة عمل ما بشكل غير فاعل وهذه هي طبيعة عملي ETF فقد يتم شراء السوق أو بعض البضائع وبالتالي عندما تتجه إلى صندوق ETF فأنت حقيقة تقوم بشراء فئات معينة من الأصول قد تكون تلك الأصول من نوع SNP500 أو نوع آخر من صندوق ETF والتي تقوم بشراء الذهب أو نوع أخرى من الأصول لذا ونتيجة لكونها غير مدارة بشكل فاعل ستكون الرسوم التي يعتقاضها الصندوق ننتيجة لإدارة الغير فاعلة قليلة إذن يمكن لهذا المزيج بين الصندوقين برأس المال المغلق والمفتوح النمو على نحو ضخم حيث يقتطع الرسوم إدارة أقل ويملك خاصية القابلية للتداول في السوق المالية يمكنك تداول هذه الأسهم وقت ما شئت وكيف ما شئت في السوق المالية ولا يتوجب عليك الانتظار حتى نهاية اليوم كما في حالة صندوق الاستثمار المشترك برأس المال المفتوح